مارفل نزلت تيزر لأول في المرحلة الرابعة هو فيلم بلاك ويدو تيزر يعني أعلان صغير بايركر درجة تريلر وبس يديك فكرة عامة الفيلم يعتبر بمثابة وداع أو تكريم للمفنانة الكبيرة سكارلت يوهانسن بعد رحلة نجاح استمرت عشر سنين في ستوديات مارفل والفيلم برضه هيعرفنا أخيرا أخيرا إلا حصى فوديوست للنهاردة هنمسك تيزر ده ونفصصه حتى حتى التيزر بيبتدي بصعبانياتك العادة من بلاك ويدو زي ما احنا متعودين منها في فيلم اندي جيم لما هي كانت بقسة ومحطمة نفسيا جدا ده هي كمان قالت نفس الجملة اللي قالتها لستيف روجرز في اندي جيم قالتها في التيزر برضا وهي بتاعت انا متعودة ان ما يكونش عندي حاجة وبعدين اخدت الوظيفة دي وحصلت على العائلة دي بعدين نشوف لقاطات تانية احنا عارفينها مألوفة من أفلام تانية بعدين نشوف لقاطات البنات بترقص بلارينا في اشارة لطفولتها اللي اتخذت منها لما هي كانت في الاتحاد السوفيتي لما دخلوها البرنامج بتاع الريدروم وخلوها بلاك ويدو بعد كده نشوف جنرال روس اللي هي كانت الاكس جيرل فرند بتاعت بروس بانر هولك وبيقول لها انت رايحة فين وهي بتقول له انا ازهقت من الجاري من الماضي بتاعي ولازم احط حد للمضادة تتخانق مع شابة عفريتا كده بعدين بنعرف انها اختها بعدين بنشوف البدلة البيضة بتاعتها بعدين بنشوف بنات كتير قوي كده كلهم شبه بعض شبههم بعدين بنشوف شوية اكشن بنشوف ريت جارديان بنشوف التاسك ماستر وبعدين شوية اكشن وبيحصى في الاخر نيجي بال الاسئلة المهمة اين تقى احداث الفيلم في الخط الزمني بتاع عالم مارفل هو في نظريات كتير بس النظرية الاقرب للصواب ان هو بتحدث احداث الفيلم ده ما بين فيلم سيفولور وفيلم انشاني تيور احنا دلوقتي في الخط الزمني بتاع عالم مارفل موجودين ساعة ٢٢٢٣ عارفين الا حصل ما بين ٢٠١٨ لغاية ٢٢٢٣ بس ما عندناش اي فكرة الا حصل لبلاك ويدو ما بين ٢٠١٦ لغاية ٢٠١١٢ فجأة في بداية فيلم الفيلي تيور لانها مع كابتن اميركا وفالكم ما انا يعرفش هي ازاها انضمت لهم انا مهند للنظرية دي عشان اصلا شكل بلاك ويدو في التيزر شكلها كبير ما بازلوش اي مجهود ان هما يصغروها كمان هي قالت انا عندي خبرة كبيرة وشفت كتير في حياتي لذا؟ يبقى هي كبيرة في السن كمان طريقة الكلام اللي بيكلمها بيها الجنرال روس تحس فيها سلطوية وعلوية من شكل ما وهو اكيد ما عندوش السلطة دي بسبب احداث سيفولور كمان تتحس اصلا بلوم هو بيكلمها ممكن يكون بلومها على ان كابتن اميركا هرب هي شعراها لسه مبقاش اصفر لذا هي احداث الفيلم تحدث قبل انفينيتيور لذا الوقت الاغلب ان احداث الفيلم ده تقع ما بين 2016 لغاية 2018 وان كان فيه لقطة في التيزر جابلك فيها جنرال روس وهو شكله صغير في السن ومعمول له شغل CGI كويس انا اتوقع الشخصي ان دي لقطات فلاشبكس عن كيفية لقاقها بالجنرال وغالبا اللقطات دي بودابست يعني هي جابلك في التيزر لقطات من بودابست في الاول جابلك المدينة عموما وبعدين جابلك محطة القطف الاثنين دور بودابست هنرجع شوية فلاشبك وبعدين نرجع تاني للخط الزمني اللي بتدول فيه عداث الفيلم اللي هو بعد 2016 مقبل 2018 مين يلالنا دي؟ يلالنا دي برضو كانت مع ناتاشا برنامج الاتحدي السوفيتي ان هما يعملوا بلاك ويدو برضو اتمرانت وعانت كتير وفي الاخر اختاروا ناتاشا انها تبقى بلاك ويدو بلاك ويدو بقيتها العميلة الرقم واحد في الاتحاد السوفيتي وبعدين راحت امريكا ثبت الكلام ده وراها وبعدين بقيت افنجر الاتحدي السوفيتي الداي خلاها هي بلاك ويدو بديدة وبعدين بعتوها ان هما يموتوها بعدين شوية خناءات وضرب هي حسب لها موضوع كده زي كيف بضأ الخلق انا ليه بعمل كده وايه شغل الجاسوسيات ده في الاساس وان الحكومات بتتحكم فينا ثبت الكلام ده برضو وراها وبقيت موديل وبعدين رجعت تاني وبعدين اتقتلت هي مهاراتها القتالية عالية جدا وما تتخيرش عن ناتيشة هي المفروض مش اختها يعني هو جابلك في التيزر انها بتقول لها يا سستر بس هي مش اختها غالبا مقصود باختها ان هي تربت معاها وظروفهم شبه بعض بس هي مش اختها عن طريق ربطة الدماء طب مين برضو ريت جارديان؟ ريت جارديان ده كابتن امريكا بتاع الاتحاد السوفيتي وهو باين حتى من النجمة بتاعته عباقة بطل تقمصها ابطال كتير بس احنا هنتكلم عن الشخصية اللي ظهرت في الفيلم او في التيزر اللي هو اليكسي اليكسي ده كان جوز ناتيشة السابق هي كانت رئيسة بلارينا دي بعد كده بقيت بلاك ويدو وهو كان طيار وتحول بقى الريد جارديان بعد كده في ميلينا من ميلينا دي ميلينا دي قاتلة شغالة في الكي جي بي في الاتحاد السوفيتي دي عدوة لبلاك ويدو وتخانقت معها كتير وفي مرة منهم كانت حتنتصر عليها بس قولنا ان تدخل عناصر من الشيلد لها اسم اسم ايرون ميدن بسبب انها بتلبس بدلة معدنية كده بعد كده في الراوش اللي كان بيطلق اسهم في التيزر ده مين الراوش ده؟ ده الشرير بتاع الفيلم ده واحد اسمه تاسكى مستر ده عنده القدرة على انه يقلت اي حركة انت هتعملها قدامه كتالية رياضية اي حاجة انت بس تعمل قدامه اي حركة وهيقلتها ومش بس كده ده هيتوقع خطوتك القادمة وهيقلت صوتك كمان هو المفروض الموضوع ده عنده من وهو صغير الكتاب اختلفه هل هي ده موهبة ولا قدرة خارقة اخذ بعد كده سيرم او مصل خارق طور الموضوع ده عنده بكسافة جدا بس جيبت ما مبغز عن كل حاجة جديدة بيتعلمها بيفقد جزء من ذاكرته عن حياته الشخصية وده شيء منطقة يعني يعني ينفعش يبقى عنده كل المعرفة القتالية الرياضية دي كلها ويبقى عنده كمان ذاكريات يعني هو في الفنون القتالية مايتخيارش عن الكترا وعن ايرون فيست وعن شانكشي وهو جامد في التنشين زي بالزبط بولزاي لما يجي يحدف حاجة او كابتن اميركا لما يجي يرمي الدرع بتاعه او باني شرف الاسلحة النارية او بوك اي في الاسهم وهو كمان سيف ممتاز زي بلاك نايت وسيلفر ساموراي نيجي الاخر سؤال هل بلاك ويدو ممكن ترجع على قائد الحياة في عالم مارفل السينمائي ما اعتقدش وخصوصا ان الطريقة الوحيدة هي ان يجيبوها من خط زمني تاني وده يعني شيء فاكس جدا انت قريدي عندك جامورة جبوها من خط الزمني التاع 2014 حطوها في الخط الزمني التاع 2023 وعتظر في الفيلم الجاي بتاع جردون جالاكسي وعندك كمان لوكي هيتعمل له مسلسل عن هو عمل ايه بالتسرق في نيويورك بعد ما اخده سنة 2012 في الخط الزمني التاني فهي مفهومة لوكي في خط زمني مختلف ودلوقتي جامورة في الخط الزمني التاعنا احنا اما ان يجيبوه كمان بلاك وده هيبقى سخيف جدا للحور ده التيزر مكانش فيه تفاصيل كتير احنا مستنين التريلر الحقيقية عشان نشوف ونفهم اكتر الفيلم معاد عرضه المفهود هيبقى يوم 1 مايو 2020 ويقال ان هيبقى فيه كاميوز كتيره لفنانين ونجوم وابطال زي ايرومان وكابتن اميركا وهوك اي وفالكن وانترسولجر بس انا شخصية لا توقعش مش كل دول اخيرها واحد او اتنين ممكن يكون ايرومان الفيلم ده انا اتوقع ان هو يبقى فيلم كويس هو ده اول فيلم في المرحلة الرابعة وكيفين فيجي قال ان الفيلم ده او المرحلة دي هتبقى اهم مرحلة في اللي جاي في مارفل بس كده احنا فصصنا التيزر لقطة لقطة الحلقة الجاية هنتكلم عن حاجة جديدة لغاية الحلقة الجاية متشفى استعمال لايك واشير وقال لي اي رأيك في الحلقة ورأيتم شانس انسكرايبا